أم ربت طفلا يتيما ولدها زوجها توفي ومعندها إلا ولد صغير وكانت فقيرة وكانت تشتغل عشان تربي هذا الولد من حر مالها درست ولدها في قرية فقيرة وهي فقيرة ودرست ولدها وكانت الأم عوراء عندها عين وحدة الولد صغير ما يفهم لكن يشوف الأولاد عنده في المدرسة لما أمتي تاخذها ولما تردى من المدرسة لما يطنزون شوف أمك شوف عيونها شوف الولد هو صغير كان يتأفف لكن لما كبر شوي كان يتمنى أن أمه ما تجي المدرسة عشان ما يتفشل والناس يطالعون أمه ويقولون أمك عوراء كبر شوي كان يقول حق أمه يوم ما تجي المدرسة أنا أروح وأرجع حتى قام يقول لها يوم ترى أنا ما أبي الناس تدري إنك أمي عشان لا والأم تبلع الأم تنفق من مالها أم تشتغل علشان ولدها شعندها في الدنيا غير هذا الولد كبر الولد تخرج اقبله ببعثة لأنه كان علامتها قوية وكانت الأم اهتمة فيه سافر والأم كانت تنتظر رسائلة على أحر من الجمر رجع بأعلى شهادة وصار دكتور وأرسل إلى بلد ثانية علشان يشتغل وصار من رموز البلد والأم عوراء تزوج وما قال لها يا بعيال والأم ما تدري عنها بعد سنوات قررت جمع فلوس وتسافر له في البلد لما سافرت له فقت الباب تبتسوي له مفاجأ أمك العجوز اللي ضحت بحياتها علشانك جاية تزورك اليوم فتح الباب شاف أمه العوراء العجوز موجودة والعيال عندها خافوا من المنظر خافوا من شكل الأم قال لها ما الذي جاء بك قالت أنا اشتقت إليك يا ولدي ظلمتك ستفرح قال رجاء لا تأتي فأنك تخيفين أبنائي رجاء لا تزوريني ترى عيالي ما يتحملون هذا المنظر يبي يتمر من أمه أمه رجعت إلى بلدها جلست تبكي وظلت أياما أصابها القهر والمرض كبرت بالسن سريعة مرضت وماتت فجاءه الخبر أن أمك ماتت رجع بعد وفاتها جاء للبيت والجيران أو الأهل عطوا وصية قالوا لهذه وصية أمك القصة حقيقية ولا رمزية أنا ما يهمني لك يشوف العبرح أعطوا الورقة قالت لها يا ولدي مهما فعلت فإني قد رضيت عنك لكن أردت أن أخبرك بأمر لما ولدت يا بني لم تكن لك إلا عين واحدة فقال لي الطبيب نستطيع أن نزرع له عين أو يظل أعورا طوال عمره فقلت بل نزرع قال لن يتبرع له أحد قلت أنا أتبرع له بعيني قالت يا بني يا من سئمت من منظري وشكلي ما كنت عوراء إلا لأجلك حتى ترى الدنيا بعينيني سليمتين يرفع إيد على أمه يتفل بوجه أبوه لأمه يصرخ عليها كأنها شغالة عنده يصرخ على أبيه كأنه واحد خادم عنده هؤلاء الناس لو عرفوا جرم أفعالهم والله ما عاشوا يوما إلا وقبلوا أرجل آبائهم